مع خروج العراق من عام 2023 بإنجاز استحقاقه الدستوري الذي سجل نجاحا في إجراء انتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ عقد إلا أن مصير إنتاج محافظي المجالس وأعضائها يغلي على صفيح ساخن لما ينتج عن تطورات في حراك القوى والتكتلات التي تسعى لإثبات صدارتها الإطار التنسقي تحديدا وبقرار قادته حول تغيير جميع المحافظين دون استثناء أحدث جدلا أعاد مشهد النفور في الشارع السياسي من جديد كما وصفه باحثون ولطالما كان للإطار حضوره الواضح في تصدر نتاج الانتخابات المحلية في الوسط والجنوب كان لتلك القوى الكبرى رؤى واضحة في وجود غايات سياسية تسعى من خلالها لبسط الهيمنة على السلطات المحلية لصناعة قاعدة واسعة تستثمرها في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 2025 أو كما يؤكد محللون القرار الذي صدر عن اجتماع للإطار التنسقي تنقله سياسيون برسائل التحذير من نوع تكريس سياسة المحاصصة وآخرون رأوا أن المحافظة الفائز بنصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس المحافظة بإمكانه البقاء في منصبه بما في ذلك محافظ البصرة أسعد العيداني التحفظ على قرار الإطار من جهة والتحذير من تبعاته سياسيا وديمقراطيا لما له من معاني تأكس شطب رغبة الجماهير الانتخابية يعمق نفق النزاع السياسي الذي يبتعد كثيرا عن تطلعات الشارع وحاجات أبنائه وثمت تناقض يراه سياسيون يتمثل بأن الإطار يخالف به رؤى الحكومة بتقييم عمل مجالس المحافظات وهو ما لا يخدمه قرار استبدال المحافظين إلى ذلك كله بدأت روائح نفض مواطنين يدهم من إنتاجية فاعلية الحكومات المحلية بعد أن بدأت بجدل سياسي قبل أن تبدأ ترجمة نانسي قنقر